ثمت أسئلة مفتوحة تبحث عن إجابات تتصل بما يجري في جبهات الضالع وأطراف إب الجنوبية لعل أهمها التساؤل عن أسباب إتاحة التحالف لتعزيزات الميليشيا الانقلابية الوصول بأمان إلى تلك المناطق ظلت أغلب تلك المناطق طوال أربعة أعوام بمنأة عن سلطة الحوثي ومشرفي نظراً لابتعادها الجغرافي عن مراكز الصراع تجنبت الميليشيا الحوثية المرور من هذه المناطق في عام 2015 لأسباب غير مفهومة لكنها حرصت على إبرام تفاهمات جهوية لضمان حيادها على الأقل بعد طرد الميليشيا من عدن ولحج ومركز محافظة الضالع خلال العام 2015 وبعد تعذر عودتها من ذات الطرق بسبب شراسة المقاومة قصوصاً في الراهدة وكرش وفي مريس وحمك ودمت وفي ظل التراخ غير المفهوم من التحالف ووزارة الدفاع اختارت الميليشيا العودة هذه المرة من المناطق التي حيدت ابتداء أغلنا مؤخراً عن سقوط مركز مديرية الحوشة فيما وصلت طلائع الميليشيا إلى منطقة الأزارق التي كانت ترتبط جغرافياً بمحافظة لحج قبل الوحدة لكن التساؤل الملح ما طبيعة هذا التمدد الحوثي وما سر التراخي أو الصمت الرسمي إزاء ما يجري في تلك المناطق ولماذا لم تتحرك وزارة الدفاع للتصدي لذلك بل إنه لم يصدر عنها أي تصريح في هذا الشأن فيما يبرز التساؤل الأهم ما مصلحة التحالف والشرعية من إتاحة وصول الحوثيين إلى هذه المناطق ذات الحساسية الجغرافية والسياسية ترجمة نانسي قنقر